موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة عشر الأوساط 1450 آئم مرحبا بكم أعزائي المستمعين عادت الأمور إلى نقطة الصفر أمس في موضوع النزاع المستفحل بين وزارة التعليم في مقاطعة كبك والهيئات الطلابية فبعد أن استبعدت الوزيرة لين بوشاني قابة الكلاس عن الاجتماع الذي كان مقررا بالأمس غادر ممثلون قابتي طلاب المعاهد والجامعات في كبك الاجتماع بسبب قرار الوزيرة وانطلقت مساء أمس الأربعاء مظاهرات طلابية حاشدة وغاضبة في وسط مدينة موريال ما لبثت أن تحولت إلى أعمال شغب مع تحطيم للنوافذ واعتداء على المحلات والسيارات وتفاقمت إلى مواجهات مع رجال الشرطة التي أعلنت المسيرات غير قانونية ولغاية صباح اليوم بلغ مجموعة المعتقلين ما يقارب التسعين شخصا ما زال حوالي عشر منهم موقوفين كما نقلت مصادر صحفية صباح اليوم أيضا استعداد حكومة شاريه التقدم خطوة باتجاه الطلاب عبر توزيع الزيادة على الأقصاط على ست أو سبع سنوات بدلا من خمس لكن بدون المساس بقيمة الزيادة ككل هذا وتحول موضوع النزاع الطلابي مع الحكومة إلى مادة سياسية بامتياز ويبدو أنه سيكون في صلب المعركة الانتخابية المرتقبة في المقاطع أكد رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر بأن حكومته ستدرس كل الخيارات عندما يحين موعد سحب القوات الكندية من أفغانستان في العام 2014 ولم يغلق رئيس الوزراء الباب على فكرة تمديد المهمة التدريبية الحالية في رده على سؤال حول طلب الحليف الأمريكي إبقاء القوات هناك طرحه عليه زعيم المعارضة توماس مولكير في مجلس العموم أمس قائلا بأن طلبا على هذا الصعيد لم يقدم لغاية الآن هاربر أعاد التشديد على دور كندا في منع قيام بيئة مؤاتية للإرهاب في أفغانستان وبأن الحكومة ستأخذ القرار وفق المصالح الكندية فقط وضع المراقب البرلماني لشؤون الموازنة كيفين بيج أمس تقريره على موقعه الإلكتروني متجنبا الحديث إلى الصحافة لحين أن يتحدث عنه اليوم أمام اللجنة المالية لمجلس العموم الكندي ويشير التقرير إلى أن اعتماد الحكومة الفيدرالية سياسة ضبط الإنفاق المتشدد ستؤدي إلى إلغاء العجد في الموازنة كما تشتهي وربما قبل سنة على الموعد المحدد في العام 2016-2017 لكن التقرير أشار أيضا إلى أن هذه الكلفة ستكون كبيرة جدا لناحية الاستمرار في التباطئ الاقتصادي وفقدان ما يقارب المائة ألف وظيفة كما يتوقع بيتش في تقريره أن ينمو الاقتصاد الكندي بواحد فاصل ستة بالمائة فقط مقابل 2.4% توقعها مصرف كندا المركزي أعلنت بالأمس وزيرة الموارد البشرية في كندا دايان فينلي عن أن التغييرات التي طالت برنامج العمال الأجنبية المؤقتة ستجعل منه أكثر فعالية في الاستجابة إلى احتياجات سوق العمل الكندي وتحدثت الوزيرة أثناء زيارة لها لمصنع في ألبيرتا عن تقليص الأعمال المكتبية بهدف تسريع تقديم وبد الطلبات داعية الشركات الكندية إلى البحث عن العمالة في السوق الكندي أولا قبل البحث عنها من خارج البلاد كما التزمت الحكومة بتقديم التعديلات التشريعية الهاتفة إلى حماية العمالة المؤقتة وضمان التزام الشركات بمتطلبات البرنامج الذي يبدأ العمل به ابتداء من اليوم سيدفع اقتراح فردي تقدم به نائب محافظ حول ضرورة تشكيل لجنة خاصة لتبحث في تحديد مدى تبدأ الحياة وفق القانون الكندي سيدفع باتجاه إعادة البحث أو وضع مسألة الإجهاض في مركزية هذا الاقتراح توماس مولكير زعيم المعارضة الرسمية أكد الوقوف إلى جانب حق المرأة في الاختيار وبالتالي معارضة الاقتراح وبأن تكتل الحزب سيصوت بالكامل ضده في حين ترك الحزب الليبرالي الكندي حرية التصويت لأعضائه كما يشاءون حزب المحافظين بدوره لم يعلن موقفا واضحا مع توقعات بترك حرية الاختيار لنوابه إلا أن مكتب زعيم الحزب ورئيس الوزراء ستيفن هاربر قال بأنه سيصوت ضد القرار وهو لطالما ردد أنه لن يعيد فتح موضوع الإجهاض نفذت أمس وحدة مكافحة الفساد في مقاطعة كبك سلسلة عمليات تفتيش عبر أرجاء مدينة موريال طالت مكاتب شركة كتانيا للبناء وشارك عملاء من وكالة دخل كندا كبك عفوا عناصر الوحدة في تنفيذ 11 مذكرة تحري ولم يفصح المسؤولون عن مواقع وتفاصيل المداهمات لكن العناصر شهدوا أمام مكاتب الشركة ينقلون عشرات الصناديق من وإلى الداخل شكرا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة